دفعة جديدة من القوات السعودية تصل إلى مدينة عدن جنوبية اليمن تعزيزات في ظاهرها تأمين قصر المعاشيق وحمايته على حساب القوات الإماراتية المنسحبة أخيرا من القصر الرئاسي وفي باطنها السيطرة على المدينة الحيوية والاستراتيجية من خلال تولي حماية القصر والانتشار في معسكرات المجلس الانتقالي وفق محللين بالنسبة لما حدث من وصول القوات السعودية إلى محافظة عدن ودورها عبر شبوه محافظة أبيان فإنها تحكي عن مرحلة قادمة وهو تمكن طارق عفاش ونهاية مرحلة أي دروس لبيديو قوات ما تسمى بالانتقالي دفعة عسكرية هي الثالثة منذ عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم إلى العاصمة المؤقتة لحكومته ومنع نائبه عضو المجلس رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي من العودة من العاصمة السعودية قبل السماح له بالانتقال إلى مقر إقامته في العاصمة الإماراتية بعد إيقاف رواتب عناصر قواته أرى بأن هناك تصعيد كبير جدا وأرى أيضا بأن الأوضاع في الجنوب ستنفكر في أي لحظة خصوصا مع وجود خلافات في ما بين عضاء المجلس الرئاسي هناك واحتجاز أيضا الزبيدي في الرياض تعزيز السعودية قواتها في عدن قابلته عملية تجنيد إماراتية واسعة في محافظة شبوى النفطية واستقطاب أبنائها ضمن قوات مدعومة منها تسمى دفاع شبوى التابعة للمجلس الانتقالي الذي تمكن أيضا بقرار رئاسي من تسلم قيادة محور الغيضة في محافظة المهرة شرقية اليمن على الحدود مع عمان عبر تعيين رئيس المجلس الرئاسي أحد قادة الانتقالي العسكريين على رأس المحور العسكري هناك من تعزيز السعودية لوجودها العسكري في مدينة عدن إلى تثبيت الإمارات وجودها المباشرة وغير المباشر في الجزر والمحافظات اليمنية النفطية والحيوية تقاسم للنفوذ والسيطرة وعبث بالأرض والثروات وتبادل مكشوف للأدوار أحمد عبد الرحمن صنع الميادين